بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في فيديو وديد من فيديوهات قناة عربيتي في حلقة النهاردة هنتكلم عن ترمبة البنزين ترمبة البنزين هي عبارة عن مطور المطور ده بيدخ البنزين من تنك البنزين يطلع له المطور عن طريق هرطيم وواصلات اسفل السيارة المطور ده بيكون عايم جوه البنزين بالنسبة للناس اللي بتقول ما تسيبش التنك فاضي عشان الترمبة ما تسحبش الرواسب اللي في التنك من تحت وكده نحب نقول لهم ان الترمبة اصلا في وضعها الطبيعي بتسحب كده يعني هي اصلا بتكون نازلة الار التنك بتسحب منها اول نقطة بتسحب منها هي اعمق نقطة في التنك ففكرة الرواسب والكلام من ده صعب شوي يعني تاني حاجة هي فيها فلتر معظم الترمبات بتاعت البنزين او مطور البنزين بيكون فيه فلتر بالمنظر اللي احنا شايفينه ده فلتر ده صعب ان هو يعدي اي شوائب والفلتر ده لو فيه شوائب اصلا سدته بتبتدي العربية تقطع وصحبها يقل طب ايه الفكرة ان احنا ما نسيبش التنك فادي الفكرة ان احنا ما نسيبش التنك فادي ان المطور ده عين في بنزين يعني هو مطور وطبيعة اي مطور ان هو شغال بيسخل فتخيل انت ان مفيش اي حاجة تبرد المطور ده لكن لو فيه شوائب بنزين مثلا صغيرين في اعر التنك مثلا لحد هنا هو بيسحب منهم فبالتالي الجزء ده بس اللي متبرد في المطور الباقي ده كله بيسرد فاحنا يعني هي واجهة نظر هي مش في كتالوجة العربية او كده بس المعروف ان التنك ترمبة البنزين ديت او المطور ده اللي بيبرده ان هو عين في بنزين فاحنا لو مليان نص التنك على الاقل باستمرار هنلاحظ ان الترمبة دي دايما بردة بيطول عمرها معا ان المطور بيسخن وبيتبرد عن طريق البنزين فعشان كده نحاول ان احنا نحتفظ بنص التنك مليان على طول وكل ما يفضى نص التنك ممكن نزوده تانك بحاس ان احنا نحافظ على عمر اطول لترمبة البنزين والفيديو ده كان حاجة سريعة كده معلومة سريعة كده ورأي شخصي ممكن اي حد ليه رأيه غير كده ممكن يكتب لنا في التعليقات استفادوا من رأيه كانت معلومة سريعة كده عن ترمبة البنزين وازاي نحافظ عليها فحاولوا باستمرار ان انتوا تخلوا جزء كبير من تنك الوقود ما هي وشكرا لكم وستنون وفيديوهات گئا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة